قام فاعلنا جمعويون مسلمون ويهود بالدار البيضاء بغرس شجرة زيتون تعبيرا منهم عن وازع الأخوة والسلام الذي يجمع بين أتباع الديانتين التوحيديتين وددنا غرس هذه الشجرة بالرغم من الضرفية الوبائية وفي احترام تام للتدابير الوقائية الشجرة التي تعد رمزا للحياة ورمزا للسلام وكل المنجزات التي حققها جلالة الملك محمد السادس تعتبر خطوات نحو السلام هذه المبادرة الرمزية التي نظمت بحادقة الملعب الأولمبي تأتي في سياق الاحتفاء بقرار الولايات المتحدة لاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه واستئناف العلاقات بين المملكة وإسرائيل خلال هذا الحفل تم الدعاء باللغة العبرية لجلالة الملك وللأسرة الملكية بمفور الصحة والعافية